أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف الحال أعزائي الطلبة سنستكمل وإياكم شرح فقرات درس طبيب الأسنان ومع الفقرة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ إن طائرنا هذا هو طبيب الأسنان الطبيعي للتمساح أو إذا لم تعجبك هذه الملاحظة فلتعده فرشاة الأسنان التي تزيل ما علق بأسنان التمساح من بقايا الطعام وطبيعي أن الزبون مهما يكون متوحشا فلا يستطع أن يخون طبيبه الصغير ولا أن يمزحه معه مزاحا ثقيلا فيبتلعه مثلا بعد انتهاء المهمة أو يخنقه إذا لم يعجبه علاجه فلا شيء من هذا يحدث في عالم التماسيح والعصافير بداية أعزاء الطلبة معنى كلمة فلتعده فلتحسبه أو تعتبره هذه الفقرة أعزاء الطلبة تتحدث أن الكاتب في هذه الفقرة صور لنا الطائر وشبهه بأنه كطبيب الأسنان والتمساح صور لنا التمساح بأنه الزبون الذي يتلقى العلاج عند طبيب الأسنان الآن بمعنى أن الطائر يقوم بتنظيف أسنان التمساح وما علق بها من بقايا الطعام والتمساح يتلقى العلاج وذلك من خلال فتح فمه ويقوم العصفور بتنظيف أسنانه وما علق بها من بقايا الطعام فالأمر الذي لا يحدث في عالم التماسيح والعصافير كما ورد في هذه الفقرة أعزاء الطلبة بأن الزبون يعني بمعنى أن التمساح مهما يكون متوحشا فلا يستطع أن يخون طبيبه الصغير ولا أن يمزح معه مزاحا ثقيل فيبتلعه مثلا بعد انتهاء المهمة أو يخنقه إذا لم يعجبه علاجه الآن أما بالنسبة لبعض الاستخراجات النحوية أقول وردت في هذه الفقرة أسماء إشارة مثل هذا وهذه اسم موصول التي أما بالنسبة للإعراب أعزاء الطلبة انتباه أقول بأسنان التمساح البا هنا حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب أسناني اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسر وهو مضاف التمساحي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر فلا يستطع أن يخونه فلا يستطع أن يخونه هنا لا لا أن يخونه أن يمزح وكذلك المثال في أن يمزح هنا أن حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب يمزح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهر على آخره أما في جملة بعد انتهاء المهمة بعد ضرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف انتهاء المضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر وهو مضاف المهمة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره يحدث في عالم التماسيح والعصافير يحدث فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب عالم اسم مجرور بحرف جر وعلامة جره الكسر وهو مضاف التماسيح مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الواو هنا حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والعصافير اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة